احتفل غبطة البطريارك الكاردينال لويس روفايل ساكو بقداس يعيد حلول الروح القدس وذلك في كاتدرائية ماريوسف الكراد ببغداد بحضور حجد من المؤمنين وفي عدة القداس قال غبطته هناك حاجة ضرورية لوجود الله في حياتنا وعندما نضع الله في المقام الأول في حياتنا يصبح كل شيء مختلفا حيث سنرى الأشياء بعيني الله وليس بعينينا البشريتين لذلك علينا أن نطلب من الرب أن يمنحنا الروح القدس ليقيم فينا ويساعدنا فالروح القدس الذي هو سلام الروح يجعلنا نتغلب على كافة مشاكلنا بإيمان وثقة ورجاء وختم غبطته قائلا لندع نوره يدخل إلى كياننا ونترجم إيماننا ترجمة وجودية في تفاصيل حياتنا